السلام عليكم اخوتي كعملي اللي بس عليكم اليوم كانت منكم تكونوا بخير وعلى خير اليوم جيت نشارك معاكم الخميرة البلدية اللي نجحت معايا انا مويم عندي هنا يا الدقيق القمح الكامل هذا الدقيق القمح بالنخالة ديالو لا الرقيقة ولا الغليضة يعني الكامل ما كان غرب له متى حاجة صافي وعندي تمامك جوج ديال التمرات رقدتهم في الماء إلا كنتو غاد يديروها بالليل كترقدوه في الصباح إلا كنتو غاد ديروها في الصباح كترقدوه بالليل اولا كترقدوه واحد ستتسوايا اولا شي ربعة تسوايا ويمش حل ما بغيتو كان حرركوا ذاك الكس كان حرركوا مزيان ذاك تمامك بجديك الحلوة ديالو كترق في الماء وهذاك الماء هو اللي عنع جنوب هاد الخميرة البلدية صافي كان ديرو الدقيق فهنتما في القرعة ونكبع لها ديك الماء ديال التمر وحتى ديك التمر اللي تسمى غادي نديرو المهم كما قلت لكم هاد هي الخميرة البلدية اللي انش حت معايا أنا حيث انها جربت جربت الطرق ديال الخميرة البلدية ولكن هادي جاتني حسن وما كتكونش حمضة كتكونش فيها الحموضية وجربت مهم أنا ما نصحكمش تديرو هادك ديال الليبن هادك ديال الليبن أنا سبق لي جربتها ما كتجي حمضة حمضة بالسف كتجيش مزيانة جربتها ديال الليبن وما بغتش تديرو منها الحموضية وانا نسمح في الخميرة البلدية صافي سمحت فيها وصافي بقيتش حال وانا ما كان ديرش الخميرة البلدية رجعت الخميرة الرومية وانا رجعت وثاني رجعت من شفت من كنس مع الدكتور الفايد اللي جازه بالخير كي اكد لنا على الخميرة البلدية والدكتور محمد احلي محتى هو كي اكد لنا على الخميرة البلدية وهي فيها المنافع كتيرة كي ما كيقولوا بالسف بالسف سافي وانا رجع ليها وانا شفت الاخوز كيديرو فيها التمار وكينال كيدير فيها التسومة وكينال كيدير فيها الفول سافي قولت انا علش لي ما شبرش ديكتمر وانرقده في الماء وهذا كل منع جنبه دكشي الليدرز كي ما كان وريكم دابا هدي الطريقة الليدرز سافي دابا دابا هنا يملك خلط سام زيان مع ديكتمر ومع ديكتور مدية التمار مع نغطيها وكديرو هافشي بلاكار او لو كتحطوها تسمى احدى البوطة مهم خصى بلاسة تكون دافية شوية انا غنحطها في البلاكار المهم هو ما احطو هافشي بلاسة اللي تبقوا تشوفوها دايما باش تفكروها مش ما تنسوهاش بحيث يخص دابا كل 24 ساعة يخصنا نوكلوها نشطوها نديرو لاتقيقو والماء دابا غادي نزيدها او ثاني دقيق دابا غادي نزيدها او ثاني دقيق دايما غادي نزيدها او ثاني دقيقو والماء هداك الماء عندي من القلة هداك الماء عندي بايت في القلة يجب أن تغليه الماء و تجعله يبرد و تجنبه سوف نحركها أو ثاني مزيان سوف نحركها و نحركها و نحركها و نحركها أو ثاني 24 ساعة والثاني مصدرها من المزيد سوف نحركها و نحركها في العجينة يدرى إلى العجينة في الاستطيع من أن تغليلها لما تستطيع أهدافها خسرت لك العجينة يجنونها في الصباح و يمشيوا الخدمة لهم و يجيوا و يطرحوها يجنون الصباح و يضربة فقط يجهز نقليل يجهز جديد نحركها جيدا و ندخلها في 24 ساعة نحطيها مفوتا جيدا و اغطيها بشي فوطة و نبقى دافية صافي كمشتوا معيانة ده بكن انحركها مزيان غي صبروا معاها الخميلة البلدية كتبغي الصبر ومع المدات بقد جيكم الخبز غزالة كتجي الخبز ديالة زوينة وأي حاجة صوبتها بها كتجيكم زوينة فصا غي الصبر ده بمع البرد مش يكوش الناس كتستقلو أنا كنت أنا صراحاها مني كنت صاوبتها شحالها دي صاوبتها في الصيف كنت صاوبتها ديك الساعة في الصيف كانت تبارك الله ديك الفقاعد ديالة كانو كانت ضغية كانت كتطلع ده بمع البرد كتتعطل شي شوية ولكن انتم ما غادي تشوفوا أنا غنعجلكم بها وغادي تشوفوا الخبز ديالة كيف يفجت ده بانتو ما كتشوفوا را ما كينيش فقاعد ما كيبانو قاع عدوز عليها 24 ساعة هتكونوا في هذيك الفقاعد ثم فاش كتعر في الخميرة ديالك راها غادا ناجحالك هاي فيني هنا هتكونوا في هذيك الفقاعد ده بانتو مخاصر سوف ندرون نفس العملية سوف ندرون نفس العملية سوف ندروا للدقاء و ندروا للماء كما قلت لكم كل واحده الطريقة دياله كل واحده الطريقة زعمال لي ليش حطلو بها الخميرة البلدية صبرو معاها بحال دياله مثلا وحده السيمانة بصبروه كنهر بشخد衡 الخميرة كل ما عجنت بها متزيان ومع مده ديك ساعات تبقوا تعجنه على حسب بغيته يومين بيته ثلتيام غي دبا هي في الأول من الأحسن قوسع جنوبها كنهار ولا نهاريه ونهار لا صافي دبا هذا كما قلتكم اليوم الرابع دبا عوثانية أنا دبا عن غطيها وغانين ديرها أو ثاني في البلاكرت دوز عليها أو ثانية 24 ساعة أنا كان ربيها خمسية الشي الليدر المهم أنا الطريقة الليدرت أنا أنا كنوريها لكم خمسية كينا اللي كيخليها غير تلسية كينا اللي كيخليها غير ربع أيام على حسب هذا اليوم الخامس أنتم ما كتشوفوا كيف شولت دارة الفقاعة بالسفا يعني بين دارة الفقاعة بالسفا أو ثانية عن كرر نفس العملية ودقيقه الماء وكما كتشوفوا صبح الله العظيم دك تمر ما كيبقى شيبان فيها دك الخميرة البلدية كتاكل دك تمر كيبقى غير دك القشيرة ديالتمر كيدوب دك تمر ما كيبقى شيبان واخد شموا فيها الريحة ريحة ديال الحموضة بحر ريحة الحموضة بحر ريحة الخل متخافوش منها متقولوا راه خسرت لا إلا كنت تقدير ديك الفقاعة وكتشوفي بأن الفقاعة فيها وعرفي بأن الخميرة ديالك رهن زيانة غير ديالتقيق والماء وخليها عودة تبقى 24 ساعة وعود عودي العملية صافي دا با دا اليوم الخامسة واداز اليوم السادس ان شاء الله أنعجلكم بيها هذا النهر السادس دا بانا قادي نعجلكم بيها دا با أي فناية كما كتشوفوا رها طلعت ودرت الفقاعة دا بكتديروا الدقيق تقريبا كتديروا الدقيق قد الخميرة البلدية وشيج مرت كما كتشوفوا معايا شي يجيش مرة تطقيق قد الخميرة البلدية مش يديروا تطقيق بزاف والخميرة البلدية شوية ما غاديش تخمر لكم ضغية غاديش تطعطل بزاف لبنا عن خوي داك القرعة كاملة عن خويها صافي وغادي إلا عندكم هذا إلا عندكم النافع وحبة حلاوة كديروهم أنا النافع وحبة حلاوة ما بقاوليش در تعيش شوية ديال زريعة الكتن وشوية ديال الثانج لا يارب يمشي الثانج الحبة السوداء هرمشتم ديرتم في الماكينة وهرمشتم فرق بين الحبة السوداء والثانج الحبة السوداء كتكون الحبة دياله بحل عدسه هي كحلة لون دياله أسود والثانج كيكون رقيو ووقو صغير تهو اللون دياله أسود نموهم هناكي مشتوا معايا هذيك رعي زريعة الكتن والحبة السوداء مهرمشين ننتم إلا عندكم كيما قلتلكم هذا النافع وحبة حلاوة ديروا النافع وحبة حلاوة باش يغطي لكم شوية على ديال المدق ديال الحموضة اللي كتكون في الخبز وهذي رمكا دياله حمضة بالسف صراحا ما دياله حمضة شوية وصافي دابا ديال القراء أنا كبت فيها الماء باش نستفد من ديال الخميرة اللي كينا سمى نحركها مزيان وغنكوبة على ديال الدقيق وعلى ديال الخميرة البلدية اللي بقتلي وغنأجنها ومن اللي كتعجنوها تا كتعجنوها وتسالي وكتشدوه حد الطريف وكتردوه لدك القراء اللي عتبقوا تخليو فيها الخميرة البلدية ومن كتجيو تعجنو كتبقوا تزيدوها الدقيق وتزيدوه بحل كتنشطوها وكتفاعلوها كتزيدوها الدقيق ولغدة كتعجنو بيها دبقوا أنا عن عجنها ديال العجنها دي مزيان عن عجنها ومن اللي غنسالي المهم أنا أنا هنا ما غنيش نخلي غنيش نخلي الخميرة حيث أنا صافي أنا الخميرة عندي واجدة وكل شي وكني أنا غنوريكم شحل مقدار متنا شحل كتخلي وحد شوية كتشدوه ديروه قراء أنا صراحة كنديرها حيث كنعجن الخبز بالسف أنا كنديرها في الطاجين الخميرة البلدية كنشدوه كنديرها في الطاجين باش كتجيني سهلة اني كان بغن نوكلها ولا كي ما كيقولون نشطها كتجيني سهلة كنخلطها كتجيني حسن من القرعة ولا كتدير وافشي زلفة دجاج موام العجينة تكون مشي تقيلة ومشي خفيفة العجينات الخبز هكا كنديرة صافيكي ما كشوف سمعي ندب هنا يعجنسة هادي كنخلطها رقيقة عنقرص بيها المويم باش الفيديو ما يجيكم مش طويل أنا ما غاديش نقرص زعم احدا كومو أنا عنقرص وانخليها تخمر تخمروا وانقول لكم شحل خمرت هنا كما قلت لكم كتززوا وحد طريف بحال هكا المويم أنا هنا ما غاديش نخليه ولكن عاكا نوريكم خذكم ضروري خذكم تفكروا من لي تعجنوا تحيدوا وحد طريف أنا هاد العملية هدي جاتني أحسن ما نخلي شوية الخميرة البلدية في القرعة وعد نزيد الطحين ونحركها جاتني هكا هنا هنا الخبز خمرتلي هنا حسبتلي خدتلي خدتلي سبعة سوايع سبعة سوايع من الجوج حتى الثمانية دي العشية من الجوج منمورة الغدا الثمانية يعني خدتلي سبعة سوايع انتوما خلوها تخمر كتر من هكا يعني انتوما كتشوفوها ما خمرش مسين ومن اللي تديروها فرشو لواحد من دي المل تحت وعاد حطوها باش كتسخن باش مكتجيش فوق بوطاجي كيكون بارد وكتغطيوها بشي جوش كشات ديكلك الكشات ديال الدرالي الصغار هادو كنا ما كان فرش فيهم انا كان خليهم كم كان نغطي بهم العجينة غطيتها بشي جوش كشات وكيما قلتو فرشتوني فرش للمندي الملتحت وسبعة سوية عدابة السعليان ثم مكتشوفو النتيجة كي دارتها النتيجة كي جت طابت طيب تداب الخبز دب انا غنحلها لكم وغنوريها لكم كيفاش غادي كيفاش جزع ماجد وإلا خليتوها تخمر كتار من هكا قاعد جيكم محسن من هكا عجنوها بالليل مين جي وتنعسوا عجنوها والصبح طرحوها انتم مكتشوفو كيفاش جزع دب هادي العجينة ديال اول ديال الخميرة اللي كتصاوبها اول مرة هي هادي وانا دابا غادي نوريكم حيث صورت وحتى الطريف ما يكون تعجنش حال هادي ونوريكم الخميرة البلدية مني كتطول معاكم وملي كتقو تعجنو بها وتعودو تعجنو بها وتعودو كيفاش كتجي الخبز ديالة هاية في ناية هادي دابا عندي الخميرة قديمة هادي الخميرة هادي را عندي عالين شدي عامين ونص وثلاث سنين انتم مكتشوفو كيفاش كتجي الخبز ديالة وكتجي مجاعبه من داخل هاية في ناوحة طريف كان بقالي من اوحة الخبز اخرى شوفتو كيفاش كتجي شوفو من الداخل كيفاش كتجي كتجي بحال بغرير مجاعبه غاية صبرو معها صبرو 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 معها حيث هي المخميرة البلدية كتبغي غاية الصبر واتبقا تجيكم الخبز غزالة هادها البطبط ها نحلو معاكم انتم ما كتشوفو البطبط من فوخ كيجي من فوخ وخاوي من الداخل وتهوى كيجي مجاعب من داخل وانتم ما كيمشتو معاي وكنتمنىكم تجربو هالطريقة اللي باقي ما درج الخميرة البلدية كانتمنى يجربها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته